موسيقى 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 اهلا بيقو في الدرس الثالث عشر ملابس جديدة جغت بي دي هوزة جفالة مياه وند دي البنطرون ده عاجبني وانته هنتكلم النهاردة الجغاماتيك بتاعنا عن الضمائر الشخصية في حالة الداطيف لانه تسيل هدف الدرس بتاعنا النهاردة جفالن وندمس فالن او اسدركن التعبير عن الاعجاب وعدم الاعجاب الجغاماتيك بي اول حاجة البغزونال بغنوم يعني ايه الضمائر الشخصية في حالة الداطيف احنا اخذنا قبل كده ده ضمائر الشخصية العادية اللي هي دي ضمائر شخصية عادية بتكون في حالة نومناديف بتيجي معي فاعل في الجملة النهاردة هيتغير شكلها تماما وتصبح في حالة الضطيف طب ايه حالة الضطيف دي اخذناها قبل كده اللي هات دا تتحول الى ديم والدس تتحول الى ديم والدي تتحول الى دا والدي الجامعة تتحول الى دين بلوس ان في اخر الكلمة الجامعة طيب ده مع الكلمات اللي هي اعطيك لكن انا بقول النهاردة الضمير الشخصي نفسه اللي هو مثلا ايخ او دو هو اللي هيصبح في حالة الضطيف هو اللي هيتغير شكله تماما طب تعالوا نشوف شكله هيكون ايه بعد التغيير اول حاجة ايخ هتبقى ميع دو ديا ا و اس ايم زي اللي معناها هي ايا زي اللي معناها حضرتك اينا وطبعا الاي بتاعتها هتكون غوس زي ما الاس غوس زي باللغة زي اللي معناها هم هتبقى اينا والاي بتاعتها هتكون قلاين صغيرة فيا اونس ايا ايش نخلق المال مرة تانية ايش ميع دو ديا او اس ايم زي ايا زي اينا زي اينا فيا اونس ايا ايش ده شكل الضمائر الشخصيه بتاعتنا لما هتكون في حالة الضطيف طيب الشكل ده او المنظر ده اللي انتو شايفينه او ديا او ايم امتى شوفه هل الجملة تكون قدامي اعبر بيه كده وخلاص لا فيه حاجات معينة هتيجي في الجملة لو انا شفتها في الحالة دي انا هستخدم الضمير الشخصي في حالة الضطيف ومعنى كده انه هو خلاص مش هيكون نوميناتيف يعني مش هيكون فاعل طب تعالوا نشوف الكلام ده هيكون امتى طيب افعال في حالة الضطيف يعني الافعال اللي هتظهر قدامنا دلوقتي اول ما هشوفها هشتغل في حالة الضطيف جفلن جفلن يعجب بالشيء جهوغن يخص بصن يناسب يشتري وبالمناسبه لو جي بعديه حاجه واحده بس يبقى خلاص انا بتشتغل معاه اقوزاتيف انما امتى يكون ضطيف زي الافعال دي لما يجي بعديه مفعولين لما يجي شخص وشيء عشان بس الفعل ده مختلف شوية مع غير الافعال السابقه والتاليه شتين يلقم في الشكل واللون بغينجن بغينجن يحضر لاين يسلف شميكن يروق لي يعني ايه يعني يجبه مزاق او طعم حاجه إس جيت إس جيت الحال الحال يعني ايه هو الحال ده كده فعل اللي هو لما اقولك كيف حالك اخبارك فإس جيت هنا جيت بتعمل معيه ضطيف هلفن هلفن يساعد شباسمخن شباسمخن يسعد او يفرح في تون في تون يقلم خدناها قبل كده وكان فعل منفصل اللي هو تون في برمي في نهاية الجملة نوخ اينمال مرة ثانية الافعال اللي قدامي دي افعال بتعمل ضطيف يعني اي حاجه سواء كان الضمير الشخصي او كلمه بأعتيكل اي حاجه هتيجي بعد الفعل ده هتتحول دايريكت الى حالة الضطيف جفالن جفالن جهورن جهورن بسن كوفن شتين بغينجن لاين شميكن إس جيت هلفن شباسمخن فيتون الافعال دي طبعا لازم احفظها كويس جدا واعرف معناها طيب تعالوا نشوف الافعال دي لما تيجي في الجملة هيكون الشكل عامل ازاي بالنسبة للجملة وبناء الجملة ايش كوفي دي بلوزة دا ايش كوفي دي بلوزة دا انا اشتريت البلوزة دي رد وقال ايه في نفس الجملة او في جملة تانية بس في نفس سياق الكلام دي جفالت ميا دي جفالت ميا هي عجباني طيب ايه اللي حصل هنا في الجملة تعالوا نشوف الجملة الاولى ايش كوفي دي بلوزة دا انا عندي هنا البازونال بغنو من اللي هو مين الدمر الشخصي ايش اللي هو انا انا اشتريت البلوزة طيب هتقول لي دي بلوزة جاية زي ما هي و محطوطة بالارتيكل دي و بلوزة اداتها دي محصل لاش اي تحويل انا وبشرح بقول كوفن حالة خاصة لو جي بعدها شيء واحد او حاجة واحدة انا اشتريت حاجة ففي الحالة دي بيكون اكوزاتيف عادي يعني بلوزة هنا ده انا ماليش علاقة بها خالص ده مفعول به في حالة الاكوزاتيف بعد كوفن دي جملة عادية عبارة عن نوميناتيف اللي هو الزوبيكت ايش وكوفن اللي هو الفاب ودي بلوزة اللي هو الاوبيكت اللي هو المفعول به انا اشتريت بلوزة طيب التعبير اللي بعده بيقوله هي عجبتني بدل ما يقول ايه البلوزة عجبتني بقول هي عجبتني انا عندي هنا قعدتين قعدة منها اتشارحت قبل كده اللي هي دي وده قلنا اسم اشارة يعود على مين على دي بلوزة بدل ما يقرر تاني ويقول ايه البلوزة عجبتني فقال هي عجبتني او ايه ده عجبني فشال كلمة دي بلوزي وعود منها بالارتيكل بتاعها اللي هو مين دي فدي متفقين عليها خلاص طيب قال لي جفلت ميع عجبت هي عجبت مين عجبتني انا طيب اللي عرفني ان هو عجبتني انا لان هو في الجملة الاولى اللي هي دي قال مين اللي اشترى انا ايش طيب ايش بقى ماينفعش اقول دي جفلت ايش يعني هي عجبت انا هي عجبتني فاليش تحولت الى ايه الى ميع بفعل مين وبسبب مين بسبب فعل جفلت اللي هو اصله جفلن ولسه واخدينه اللي هو يعجب بايه يعجب بشي هي عجبتني بقى عندك اتسبب هنا في حالة الضاطيف الفعل جفلن اللي هو متصرف مع دي بلوزي واصبحت جفلت فاصرت في الضمير الشخصي اللي هو ميع واصبح الضمير الشخصي في حالة الضاطيف اللي هو ايش تتحول الى ميع يبقى انا لازم احرف تحولات الضمائر الشخصية من النوميناتيف الى الضاطيف ايش تحولت الى ميع انا اشتريت هي عجبتني ماينفعش اقول انا اشتريت هي عجبته ما هي عجبتنا لان انا اللي اشتريتها تمام دايب نشوف بايش بيل تاني صارة تغيكت اي نياكا دي شتات اي اي جوت صارة لبست جاكت عندي فعل تغيكت جاي من فعلة غاجن يعني يرتدي ده جملة عادية خالص زوبيكت وفاب ووبيكت والوبيكت هنا اللي هو المفعول اي نياكا في حالة الايه حالة الاكوزاتيف لان عندي فعلة غاجن بيعمل اكوزاتيف صارة اشتريت جاكت دي شتات اي اي جوت هي عجبتني الشغل معايا في الجملة التانية دي شتات اي اي جوت دي شتات اي اي جوت هو ملائم ليها او مناسب ليها انا عندي فاب اشتين يعني يتناسب او يتلائم طيب هي دلوقتي صارة اللي لابسة الجاكت فالجاكت خلاص انا شفت انه هو مناسب ليها او لايق عليها جدا طيب طيب اللي حصل في الجملة التانية وهي اللي تهمنا طبعا اول حاجة دي تعود على اي نياكا خدناها قبل كده اللي هو اسماء الاشارة بدل ما اقول الجاكت يتناسب او يلائمها فانا استخدمت خلاص اسم الاشارة طيب عندي فعل اشتين اشتين ده هو المهم عندي بيعمل ايه بيعمل ضطيف هيعمله في مين في اللي بعده المفروض اقول ايه الجاكت يتناسب او يلائم مين يلائم صارة فانا هنا في المثال هقول ان اليقدة يتناسب او مناسب او لايق عليها ولا عليها ولا عليه طبعا عليها هي هي اللي هي مين صارة يبقى انت في الحالة دي بتبص على الزوبيكت او الفاعل في الجملة الاولى علشان تقدر تحدد الكلام على مين الكلام على صارة صارة دي اللي اصلا بعوض عنها ايه في الضمائر الشخصية بعوض عنها بزي اللي معناها هي تمام يبقى المفروض كنت هقول دي شتين زي جوت طيب هو متناسب معاها هي طيب لكن عندي شتين بيعمل ضطيف بس زي هي تتحول الى ايه يبقى هنا عندي ايه ده التحويله من الضمير زي اللي معناها هي بسبب فعل اشتين اللي بيعمل ضطيف فيا اسن كوخن داش مكت اونس جوت احنا بنايكل جاتو داش مكت اونس جوت ده هو عاجبنا اوي او عاجبنا كويس خالص طيب ايه اللي حصل هنا بيقول احنا بنايكل من اللي بياكل فيا احنا طيب هنا عوضت خلاص دي بفروض بقيت انا خلاص فاهم الكلام ده دا هنا تقعد على مين على كوخن اليال جاتو بدل ما عيد كلمة كوخن تاني طيب عندي هنا فعل ايه فعل شمكن شمكن بيعمل ايه بيعمل ضطيف هيعمله في مين هيعمله في الضمير او الكلمة اللي بعده انا بيقول هو عاجب مين هو مين اللي كل احنا يبقى هو عاجب مين عاجبنا ولا عاجبهم عاجبنا احنا طيب فيا اللي هو نحن وخدته انا في التحويلات من النوميناتيف الى الضطيف فيا تتحول الى ايه تتحول الى انس زي ما احنا شايفين بسبب مين بسبب شمكن اللي هو يتزوق او يروك له طعم اي حاجة بيقولها يبقى كده فاهمين خلاص ببص الاول على الضمير الشخصي في الجملة الاولى والفعل اللي بيعمل ضطيف وحول الضمير الشخصي الى حالته في الضطيف علي استغانك علي تعبان اس جيت ايم نيشت جوت هو حاله مش كويس هو مش كويس طيب من هنا اللي تعبان عندي علي طيب الجملة التانية اللي بيكلم فيها وبقول هو حاله مش كويس فين هنا اللي بيعمل ضطيف احنا قلنا اس جيت بتعمل ضطيف اللي بتسأل عن الحال حاله هو من اللي تعبان قلت علي يبقى أول حاله ولا حاله هو يبقى علي بعوض عنه بإيه؟ بإع اللي معناها هو هو في الضاتيف تتحول إلى إيه؟ تتحول إلى إيم الضاتيف إزاي أكون سؤال بقى معيه؟ أول حاجة بسأل عن الاسم العاقل بفيم يبقى أداة الاستفهام اللي بتسأل عن الضاتيف في العاقل أو ما يخص العاقل هي أداة الاستفهام إيه؟ فيم تعالوا نشوف يعني البلوزة دي بتخص مين يبقى فيم معناها من او لمن بقول الحاجة اللي موجودة دي بتاعت مين بتخص مين فرد عليه وقال له مياع يعني ايه مياع يعني بتاعتي هو بتاعتي دي مش مياع جاي من الضمير الشخصي اللي هو ايه اللي هو ايش هو ايش ده حد عاكل ولا مش عاكل حد عاكل طبعا عشان كده سألت عنه بايه وفيم طبعا انا ما قلتش ايش ليه ما انا قلت فيم جي هوات دي بلوزة دي بلوزة بتاعت مين فانت هتبدأ لو تقول لي ايش انا لا انا سألت فيم بتعمل ضاطيف وعندك جي هوغن بتعمل ضاطيف يبقى هنا لازم اجاوب باجابة في حالة الضاطيف بسبب اداة الاستفهام فيم فاقلت مياع تاني اداة الاستفهام عندي فاس وبتسأل عن الاسم الغير عاكل وعموما اي شيء او اي حاجة غير عاكلة سواء نومنتيف او اكوزاتيف او ضاطيف بسأل عنها بفاس يبقى فاس مشتركة عندي في كل الحالات التي تسأل عن الاسم غير العاكل تعالوا نشوف بايش بيل فاس جفيلت ديازع فاس جفيلت ديازع يعني ايه اللي عجبك اوي احنا عندي فعل الجفال ان يعني يوجب بالشيء ايه اللي عجبك اوي فرجع عليه وقال له ايه قال له دي طاشه ده الشنطة اللي هناك دي طيب انا ليه هتقول لي هنا عندي جفال ان بتعمل ضطيف او جفال ان بتعمل ضطيف بس تعمله للشخص للشخص اللي جاي بعدها تمام لكن هنا سألت بايه سألت بفاس لما اسألك بفاس اللي بتسأل عن الشيء يبقى انت تجاوب عندي بشيء ما ينفعش اقول لك فاس فتقول لي انا او انت او تقول لي فاطا او موتا ابا او ام ما ينفعش تعامل الاشخاص العقلاء معاملة الايه الاشياء يبقى فاس يبقى تجاوب بايه بشيء تحويلات هامة من السؤال الى الاجابة في نفس الضطيف ده وحاجات مشابهة جدا لللي خدناها قبل جدا ولكن مع اختلاف التحويلات بس في الحالة اللي احنا فيها لو عندك سؤال واجابة يبقى شرط التحويل ده ان هو يكون ايه من السؤال الى الاجابة او العكس مية تتحول الى ديا او ينان يعني انا بقول ايه بلوستي يبقى تقول بلوستك او بلوزة حضرتك تاني تحويل عندي اللي هو انس تتحول الى ايش زي نفس التحويلات اللي كنا اخدناها في حالة النوميناتيف الدوكة تتحول الى ايه الدوكة تتحول الى ايش نفس الكلام مش الدوك عندي هنا بتساوي بالضبط زي الديا وزي الاينان بس اينان طبعا جاي من زي اللي معناها حضرتك وعندي انس اللي جاي من فيا وعندي ايش اللي كانت جاي من ايه انتم كنت بحول نفس الضمائر دي اللي هي الضمائر الشخصية في حالة النوميناتيف من السؤال الى الاجابة هم نفسهم بس في حالة الضاطيف كلهم يبقى عندي الضمير الشخصي مية يتحول الى دي او اينان وانسة تتحول الى ايش تعالوا نشوف بايش بيل عليها علي جيهوت ديا داس بوخ يا يا علي هل الكتاب ده بيخصك انا عندي هنا بدأت السؤال بايه بجيهوت جيهوت تقول ده اي سؤال بيبدأ بالفعل يبقى معناه ايه معناه هل وتكون الاجابة بيا او ناين طيب هل الكتاب ده بيخصك فقال له يا ايه جيهوت مية الكتاب ده بيخصك هيقول ايوه بيخصني ينفع يقول ايوه بيخصك لأ بيخصني انا فهنا عندي دية في السؤال تتحول الى مية في الاجابة يبقى هنا شرط ان يكون عندك سؤال وتحت تكون ايجابة فتحولت دية الى مية بايش بيل تاني جيفلت ايش ماين اوتو ماين اوتو العربية بتاعتي عجباكم هل سيارتي تعجبكم قالونه يا داس جيفلت اونس زع ايوه هي عجبانة جدا اللي حصل هنا اول حاجة ده سؤال صح سأل هنا بايه بايش ايش اللي يعود على مين على ايه يبقى ايش دي جايه من الضمير اللي هو ايه ايه انتم هي العربية بتاعتي عجباكم انتو قالوا ايوه عجبانة احنا ينفع اقول ايوه عجبانة انتم لا طبعا فهنا اويش تتحول الى ايه اونس اويش تتحول الى اونس ايوه انا اخد تامرين نطبق الكلام ده جيفلت دي يقى هل الجاكت عاجب معرفش عاجب مين قالوا يا زي جيفلت مية ايوه هو عاجبني هنا ده ايه ده سؤال وهنا ده ايه اجابه طيب هنا ايه اللي حصل عندك جفال بتعمل ضطيف وعندك الضمير الشخص مية تبدي ايه ده اجابه لسه واخدين حالا لو لقيت مية في الاجابه على طول تختار ايه تختار دي تاني حاجه ده كده اللي هي علامه شخصية طيب لو هنتكلم قواعديا عندك دو ما تنفعش عشان عندك فعل جفال اللي احنا بدقين بيه ده بيعمل ضطيف ودو هنا نومنتيف وعندك ديش اللي هي بردو تحويلة الدو الى ديش بس حالتها اقوزاتيف يبقى انت عندك الثلاث حالات في الاختيارات عندك نومنتيف والتانية ضطيف والتالتة اقوزاتيف ويبقى انت في الحالة دي هتبص على مين على الفرب الفرب عندك بيعمل ضطيف يبقى تختار حالة ضطيف علي هات اينين بلوفا علي عنده بلوفر ده شتيت جوت هو مناسب او ملائم ليه تماما او كويس طيب ايه اللي حصل هنا مين اللي عنده بلوفر قلنا علي يبقى هو هيتنسب مين هيتنسب معاه ولا معاه ولا معاه ولا ايه بالضبط ولا معه هو تعالوا شوف الاختيارات زي معناها هي طب انا بتكلم على علي يبقى زي مرفوضة ايه هتقول لي اوه بتكلم عليه ايه بقى هو طبعا ايه طيب ويم طيب الاتنين دول ممكن نقول هينفعوا عشان بتكلم عليه هو طيب هو انت ناسي الفرب ده بيعمل ايه ضطيف يبقى انت هتحول الضمر الشخصي اللي انت بتكلم عنه اللي هو المفروض ايه اللي بيوضع العالي الى ايه الى ايه هو متناسب معاه دي غاي اس داس داين هاوس اس داس داين هاوس هل هذا منزلك يا اس جيهوت ديا ولا ميا ولا ايش هو ده بيتك هيقول ايوه ده بيخص الدي اتعود على انت ينفع هقول ايوه هو بيخصك ولا ايوه بيخصني ولا ايوه بيخص انا طبعا اول حاجة الديها هتكون مرفوضة فانت هنا دلوقتي اتدين تتحول الى ايه هتقول لي ماين هقولك تبجي هغن بتعمل قطيف يبقى انا هحول الضمر الشخصي اللي كان اصله جاي من مين جاي من بيتي انا اللي هو ايش يبقى تبقى ايه ميا لان عندي ايش هنا حالة نومنتيف وجهوغن بتعمل ده طيف كيندا ايش مكتا دو ولا ايش ولا زي دي شوكولادة قالوا يالكا بيقولهم يا اطفال انا قلت لما يجيلك اسم جمع يبقى انت في الحالة دي بتخاطب مين بتخاطب الضمير ايه يا اطفال فاقولهم انتم مش نحن ولا هم يبقى يا اطفال فكاني بقول يا انتم وطبعا بدأ بفعل شمكت يبقى سؤال في حالة او معناه هل شمكت طيب بيقول الشوكولادة دي عجبة مين عجبة انت ولا عجبة انتم ولا عجبة هي قالوا ايوة دي مزقها كويس طيب عندك اول حاجة ما تنفعش الدو طبعا يعني هو بيخاطب ايه وعندك زي ما تنفعش لان بتخاطب مثلا لو معناها هي او معناها هم ففي الحالتين ما تنفعش اصلا لان بيخاطب ايه انتم طيب خلاص كده يبقى عندي الإجابة الواحدة اللي تنفع ايش اللي هي جاي من تحولة الايه اللي قلتلكوا عليها وتحولت ايه الى ايش بسبب فعلي مين بسبب الشمكت اللي بتعمل داتيف بيت ايش 5 في جفلت مونة دا غوك دا جفلت زا غوت بيقول في احنا قلنا في بتسأل عن الصفة يعني بتسأل عن الرأي فبقول هي الجيبة دي بتعجب مونة هل هي عاجبة مونة ايه كيف او رأيك فيها ايه بالنسبة للمونة قالوا دا جفلت زا غوت اللي هي دي تقعد على مين دي تقعد على غوك اللي هي الجيبة فبقول هي عاجباها جدا زا جوت جدا طب انا هقول عيه عاجبة مين اصلا عاجباه ولا عاجباها ولا عاجبة هي انا عندي ايه و ايه و زي طيب اقول حاجة عندي جفلت بتعمل ايه بتعمل داتيف اللي عندك في حالة الداتيف يبقى في حالة دي تعرف انت بتتكلم عن مين بتتكلم عن مونة منه بعود عنها بايه بعود عنها بزيل اللي معناها هي وزيل اللي معناها هي ايه تحول الى، تحول الى ايه داس هاز دو جلعت اتعلمنا النهاردة في الدرس بنا بعزونال بغنوه من ايم داتيف الضمائر الشخصية في حالة الداتيف داس داس انداد داس انت غيشتس وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا او فيدازين الى اللقاء